من ناحية الإعلامية. تفضل. شوف انا تابعت بالأمس. بدون عطيفة يعني. بدون عطيفة. انا تابعت المباراة الأمس. آآ مويدة الجزائر ضد آآ تيحات خنشرة. آآ شوفنا المرضود. لعب كان يرتدي سطرات الجي بي اس. لعبنا كله. نضمن آآ البيانات اللي ضاطع لي يكونوا من من آآ نستخرجوها من من تحليلنا للأداء البدني هو المؤشر الحقيقي. قلنا هل بالليلي راح يكون جاهز بدنيا او لا. وليس آآ 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 بالعين المجردة. اولا. تانيا اللاعب آآ آآ خودي عالي بعض الاختبارات البدنية ولا طبية في مركز سيديموسا عندها او سبعا او سبعا او سبعا يشوف الناخب الوطني. انا آآ يشوف الجاهزية تاعة البدنية. انا اقول آآ بالليلي في المنتخب جزائر ليس هو بالليلي تاعة مورية الجزائر. وانا اقول لك لي ماذا? انا انا اقول لك. لانه ما ننساوش باللي آآ لو شهد الامس الكورات اللي كان يتلقاها في مبا في مناسبتين. اعطالوا بالعمري كورتين حاسيمتين اعطالوا كورتين. انا فاصل فاصل. اذا لماذا? لانه كان تجانس. والتجانس هذا المكتسب في المنتخب موجود بالليلي مع لعبين الاخرين. لانه شارك معهم في الفين وتسعطاش وكان معهم في معسكرات كبيرة. وهذا الشيء الشيء الناخب الوطني راح يخده في عين الاعتبار في حالة استدعاء بالليلي. وليس ان بالليلي الا الجاهزية البدنية هي الفاصل. التجانس الموجود والتكامل موجود مع اللاعبين الاخرين راح يخدمنا. وخاصة وخاصة مع مع بنجاح ولا مع محرز. وحتى ولا وجود بالناصر. حتى مع بن سبعين موجود. نظن باللي. ما رأيش الا الجاهزية البدنية. حتى بالليلي هل اللاعب اللاعي ممكن يستخدامه كشوكر. وليس انه لحيلعب اساسي. في دلت تألق عن مورا. انا نظن في دلت تألق عن مورا. بيبكن يبدأ المباراة عن مورا. وانه نواب بالبالي. بكويري. لكن نظن باللي. بالليلي يبقى ورقة رابحة. ما زال عنده مباراة ولا مبارتين تنين. انا نتمنى نتمنى الناخب الوطني. آآ يكون معاه في الموديتين. ورح نتوقف على جاهزية البدنية بالليلي في المبارتين الوديات. الوديتين ضد الطوغو والبورندي. لو الناخب الوطني يستدعي. تفضل الشيخ. انا نظن يعني صحيح انه اللعب بالليلي قدم مستوى جيد مع. عشر اهداف تسعة مريرة. قدم مستوى جيد مع فريق ملودي للجزائر. لان ناحية البدنية كما تقال عبد النور ربما كان معطيات فنية يعني دقيقة هي التي ستبين. ولكن ما زالت فترة امام هذا اللعب هذا. حتى هو اشعرنا انه هذا اللعب يبدل في مجهود اضافي حتى يعود الى مستواه. ولكن كسوم مفريقي على بالك باللي تطلب كثير من اللعبي الخبرة. يعني لما تروح بفريق خبير كما تكتلمنا الان على سبعة وثمانية لعابين شاركوا في مصر. على الاقل يعني كان اللي شاركوا في الكاميرو ولي شاركوا في مصر. يعني نظن باللي مهم جدا. وبالليلي واحد من هؤلاء اللعبين. الان قضية انه المدرب سينتظر الى غاية ربما نهاية شهر. يكون حسمه في راسه مثلا. بالماضي الان يكون وضعه انه بليلي كان في يجيله مجيش. ممكن حطه ما بين القبسين ويتابع. ولكن المدرب عنده فرصة حتى يوم ما فتح جنفية. يعني ربما قبل التربص قبل الصفر بالتربص يكون تخذ القرار النهائي. هل بالله لي يعني يكون في المنتخب الوطني ويكون لعب زوكير. يعني يلعب. ولكن كان شي ربما يأكد عبدالنور ان المبارايات ما تتشابهش. انك تلعب ضد تلاث منتخبات يلعب بكورة مختلفة. يعني نقوله لا تلعب مثل. كل واحده لازم له استراتيجية تاعه لازم له خدمتها. وكل مقابلة لازمك اللاعبين نتاحه. مش نفس اللاعبين يعني. شي كذلك. اه اه احبيت نزيد اضافة. لو 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 نديره حلاش قلت لك لازم تقارير في النية. لو عادنا تقارير في النية على اه تحليل الاداء البدني لكل المنتخبات في الضوارات السابقة. رح يعطينا المعدلات. وهنا رح نقول هل هذا اللاعب من المنتخب الجزائري عادة بعض الضغراء. نعرفه لما يعني المسافات المقطوعة. هالحقيقة ان ننتظروا من بالليل انه يقطع مسافات عالية. احنا نسحقوا اللاعبين الوسط الميداد. هم لي يقطعوا مساعدة لغتال. اللاعبين يلعبوا المهاجمين. نسحقوا. احنا السرعة. القوة المميزة بسرعة. اذا نحصل الاكسبولزي فيزيتي. الافينيسيون تاحهم. اذا هذي المتصفات تحت 30 متر الاخيرة. موجودة عند بالليلي. لكن لو لا ننتظروا من بالليلي انه يدافع ويقول لي يعود. نظن باللي هذا عمل اكتر لو روحوا بالفقر تاع بالماضي تاع نضغط عالي. ونخنق المنافس في مناطقه. انه بالليلي ممكن يلعب. ويمكن يقدمه. من كرة واحدة يقدر يغير. يغيرك هذه الامور. لكن تبقى كلها منظومة. منظومة بدنيين. ما زال الوقت. كافي باش يسترجع نوعا ما. تبقى كذلك رغبة تاو. الروح تاو. فهمتني. انا اشتب بالامس. عبد النور ما زال 12 يوم قبل التارب. بالضبط. ما زال رغبة يزيد يلعب مبارتين واقع. مبارتين. 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 مبارتين مبارتين تنين. راح تعطي له. شي كذلك تالت. ربما راوي بدا لاعب جانح في المولودية. وينهي المبارات كقلب هجوم. هذه الخاصية كذلك. اسمح لي. اسمح لي. هذه الخاصية. بالليلي ما كانش عنده في السنوات الماضية. حدثت في كاس العرب الاخيرة في في قاطر عشرين وعشرين. هدفين. هدفين. العاب في الرواق ثم ادخل كقلب هجوم. واعطنا واحد الحس تهديفي ممتاز. حتى ان البنية الموفولوجية التاعه. تساعده. والذكات التاعه في اللعب. عاوننا. وهذه الخاصية نضي الناخب وطني. راح يأخذها بالعطيبة. يعني اللعب اللعب الجيد واللعب الذكي هو اللي يعرف في يوزع المجهود. سير. سير مجهود. يعني لا يعني لا يركض اكثر من الكورة. يعرف تشيجي. يعرف تشيجي. وهذه التجربة. وهذه التجربة هي اللي تمدله هذه الميزة هذه. انه ما يبدلش مجهود يعني بدون بدون مقابل. يعني بالليلي انا شفنا مثلا مع المولد الجزائر. بالليلي لما جي الكورة مثلا على الجهة اليسرى. ويكسرير يدخل ديزيو متر. سواء يلعب المرمى. سواء يمد تمريره حاسيمة. هذا هو اللعب الجيد اللي يحاصل. شوف عنده حدود عنده شف سمحلي. عنده حدود كبيرة يكون. لماذا راح 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 غياب عوار وغيار بعناني. بعناني كذلك موصاب. اذا نظن عنده حدود كبيرة. نتمنى. نتمنى. للآسف يسمحونا عنصار موذي الجزائر. لانه راح مدى بهم بالليلي. يجيبوا لعب. يجيبوا لعب. ما انه اللعب هذا الشيخ. عندك اسم تعمل. صح. كي تشوف تجانس اللي موجود. موجود. ما بين. ما بين. ما بين نعيجي وبالليلي في المولودية. فكرني بالتجانس كان اللي موجود. ما بين. بو نجح وبالليلي. قبل اوء ان نذهب الان دوك الشيخ. طازج حلة جديدة وذوق اروع. زير تيوب اول قناةٍ الكترونية في الجزائر.